اشتركوا في القناة وبحضر سعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والذي قام قدم لمعاليه عددا من منتسب إدارة العقوبات البديلة والذين يشاركون في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة وفي بداية اللقاء أكد معالي الوزير أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله رعاه يشكل أساس الفكر الإصلاحي الذي ينطلق منه مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة مشيدا معاليه بالدعم المستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية وعرب معالي الوزير عن جزيل الشكر والتقدير على الأداء المهني والعطاء المخلص لمنتسب إدارة العقوبات البديلة لافتا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعد قصة نجاح متميزة تجعل مشروع العقوبات البديلة الموذجا للمشاريع الإصلاحية والتأهيلية رفيعة المستوى في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع وأشاد معاليه بدور مدير عامل إدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والمنهجية التنظيمية المنضبطة التي يتم العمل من خلالها مضحا أن الشراكة الواسعة مع الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات ومؤسسات المجتمع في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة تعكس الترابط والتكاتف الاجتماعي الذي يجعل من حقوق الإنسان في البحرين واقعا مشرفا منوها معاليه لهمية موصلة الجهود الهادفة إلى تطوير برنامج السجون المفتوحة والمحافظة على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه من جهته أعرب سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عامل دار العام لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن خالص الاعتزاز بهذه اللفتة الكريمة من معالي وزير الداخلية مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاح وتطوير للأنظمة والبرامج انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من قبل معالي وزير الداخلية ترجمة نانسي قنقر